الحقيقة يمكن أولى فقراتنا المهمة الحقوق المشروعة بين الحسم والميوع الحقوق المشروعة تضمنها خطاب الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم فهذه الحقوق المشروعة منقشتها بين الحسم والميوع مسألة مهمة جدا أقول لكم الخطاب بتاع النادي الآلي طبعا الخطاب عبر فيه الآلي عن الكثير الذي أصابت ثوابت التي تحكم العلاقة مع الاتحاد يعني الآلي بيقوله المساء المهزوزة في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالقطر الإدارية الصحيح ووجود أخطاء تحكمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة جي كمان في خطاب الأهلي للاتحاد أن الأهلي سبق وأنقام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى تحقق العدل بين الأندية ولكن لا تزال الأخطاء التحكمية حكام الساحة وحكام الفيديو مستمرة وتلقي بزلالها على نتائج العديد من المباريات فترة السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية فيما يبدو لتصحيح الأوضاع وتطبيق معايير تحكمية واحدة للتصدي لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المسابقة جاء في خطاب الأهل للاتحاد أيضاً إن النادي أبدأ مرونة شديدة على حساب لعبيه المرهقين بدنياً وزهنياً ووافق على انضمامهم لمعسكر المنتخب الأخير بموعيد خارج الأجندة الدولية في ضوء التزامات فنية وبدنية نتيجة محادثات تمت بالفعل بين الجهاز الفني للآلي ونظيره في المنتخب حتى لا يتعرض لعب الأهل للإصابة وبيقول للآلي ولكن للأسف لم يحدث أي التزام بما تم الاتفاق عليه وفقد النادي بعض لعبيه لفترات منهم للإصابة وآخرون للإرهاق بعدما تعرضوا لأحمال زائدة خاصة وأن الأهل خاض منذ بداية الموسم 15 مباراة في بطولة الدوري فضلاً عن مشاركته في 10 مباراة رسمية إضافية في ذات الفترة ومبارتين في السوبر المصري ومباراة في السوبر الأفريقي ومعظم هذه المباراة التي هي الثمانية أقيمت خارج البلاد النادي أشار إلى أنه طالب بضرورة تطبيق اللوائح بعدما تلقى خطاباً من اتحاد الكرة في تاريخ كام 4-21-24 أكد فيه الأخير على أن اللعب الذي لجأ للمحاكم المدنية بحق لعب الأهل حسين الشحات قد خالف لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم نقف هنا ولا استنى للآخر استنى ولائحة الفيفا وبدلاً من قيام اتحاد الكرة بحسم الأمر وتطبيق اللوائح بحق المخطئ تفادياً للاحتقان الجماهيري وإثارة الأزمات فجأ النادي بمسؤول الاتحاد الذين عترفوا بخطأ اللاعب كتابةً يثيرون الجدل بإحالته للجنة الانضباط وعدم صدور أي قرار بشأنه حتى الآن رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الواقعة خطاب الآلي كمان تضمن إن النادي تم إبلاغه مؤخراً بعد إجراء أرعة كاس مصر بأن دورل 32 سوف يقام بدون اللاعبين الدوليين وأن الأهل سوف يواجه الألمونيوم يوم 29 مايو في ملعب السلام في حين أن التحاد الكرب بالأساس لم يرسل للنادي لآحة البطولة قبل بداية الموسم ولم ينشرها على موقعه الرسمي وفي ذات الوقت لا يملك نصاً بأي من اللوائح المنظمة للمسابقات الكروية معتمداً من فيفا يمنع أي ناد من الاستعانة بلعبيه الدوليين مصريين أو أجانب من المشاركة في مباراة رسمية خارج الأجندة الدولية وتطرق الخطاب إلى مرور عامين ولم يعلن التحاد الكرة عن المسؤولة الذي أخفى خطاب الكاف والخاص باستضافة تنظيم نهاية دور الأبطال في القاهرة موسم 21-22 وضع حق الأهلي عشان كده طلبات الأهلي من التحاد الكرة كانت أربعة قبل ما أروح للطلبات الأربعة أرجع لك للتعليم أنا بس حتة أن الأهلي بيؤكد أن التحاد الكرة أشار إلى مخالفة اللاعب للوائح بلجوء وللنيابة بخطاب رسمي الناس مش واخدة بقى لها أن جواب الاتحاد الدولي ده انتصار لهذا المعنى قال لهم إيه؟ شأن داخلي شأن داخلي دي أنت دايماً بتجاوب على السؤال وانت مش عارف إيه السؤال إيه السؤال لكن حناخدها على عبلها كده الشأن الداخلي خلاص ما أقول للاتحاد في خطاب رسمي قال إن دي مخالفة يبقى الاتحاد الدولي قال لجوه على بركة الله بالضبط اتفضل خد قرارك وقد اتأخذ قراره هنا بقى ما يتيجي لجنة الانضباط تخالف نصوص في نظام الأساسي أصل الاتحاد الدولي مستحيل يا أستاذ برايب إلا ما هيقول لك جملة تقليدية مع عدم الإخلال ما حدش رد يورينا الجواب الرد وما حدش ورنا طبعا اللي اتبعت وفي كل المشاكل اللي قبل كده الخلافية ما حدش يقول لنا إيه اللي بيتبعت للاتحاد الدولي يجب قلنا بس إيه الردود طب أنت السؤال إيه ما هو رد على سؤال اللي هو إيه هل أنت عرضت القضية ولا عرضت حاجة تانية فالمسألة واضحة جدا وإذا كان اتحاد القورة يريد أن يطبق الاتحاد الدولي يقول لده شأنك وإنت خدت القرار قبل كده في الخطاب رسمي وإنت ما ده مخالفة للاتحاد الدولي ده لو عايزين ناخد الأمور بالجدية المطلوبة بالجدية وما حدش يقول هو فيه ضغوط ولا ما فيش ضغوط ولا إيه اللي بيخلي الناس تتراجعوا الكلام ده اللي هو بيعمل البلبلة بقى فأتمنى اتحاد الكورة عصي مش فكرة إن كل اتحاد نقوله يعني لأ سيب مكانك لغيرك موكله واحد جاه محدش راضي يطبق التعليمات الدولية في أي حاجة لا سلامة المليك هي 20 سنة يا جماعة ولا 15 سنة دلوقتي وإحنا بناخد مهل إن إحنا ما نطبقش الشفافية المالية إيه اللي أندية في إنجلترا في بريميوم ليج بيتخس مننا نقاط يعني يعني إيه جدية أكتر من كده وإيه يعني صعوبة أكتر من كده عشان إحنا خايفين من مين يعني هم مش خايفين من حد هم عايزين نزموط للدنيا وعارفين إن فيه مراهنات وإحنا عارفين إن فيه مراهنات والقولة بإن محدش يعلق ليه هو مش بشر هو البشر اللي في العالم كله بتعاقب ده بتعاقب ليه لإن فيه ناس ضمن البشر بتعمل حاجة غلط غسيل أموال مراهنات عشوائية كل دي عباء النظام الكروي يعني النهاردة لما نيجي نبص الله إن مدير الفريق قام بيقول إن الدوري لا يفرز الدوري لا يفرز إزاي إذا كان إليه إذا مالك بيلعبه فينال كونفودرالية ودوري أبطال يعني أنت لتاني مرة خلال أربع سنين يتكرر هذا المشهد ده إفراز إن الدوري بتاعك لا دوري محترم محتاج ضبط إداري أنا معك بقى يعني أتفق مع إذا كان هذا ما يقصده مدير الفريق قام الكابتن حسام إن ممكن كانه نبقى أحسن كده أه طبعا ممكن نبقى أحسن من كده بكتير على فكرة إحنا ما عندناش لعيبة محترفين دول بس ده أنت فيه كمية لعيبة محترفة يا أستاذ إبراهيم ما نعرفش عنه حاجة ولعيبة محترمة جدا طب قولك هو سام مرسي ده بييجي لا طمام يتخذ أحسن لعف وكابتن نادي نوروش اللي صعد للدور المتاه وواخد أحسن لعف الموس كتير من المحترفين لا العي دور حيلاقي على فكرة الجملة اللي المهاند سعدلي قالها ده تفسير فيه قدر كبير من الخبرة محدش كتير فطن ليه لأنه معنى أن الاتحاد الدولي لما يروح له جواب لجنة الانضباط الانضباط للاستفسار عن الواقع بتاعة الشيبي فيقال أنه رد فقط بشأن داخلي هنمشي في حتة أنه رد بالكلمة دي فقط الشأن الداخلي فيه إيه الشأن الداخلي ده اللي هو فيه اللي بيمثله مين الاتحاد المصري لكرة القدر هو الداخل بتاع منظومة الفيفا هو الداخل المصري للفيفا طب هذا الداخل المصري الممثل في الاتحاد المصري لكرة القدم الموقف الرسمي بتاعه في القضية دي فسروا أو ترجموا لخطاب رسمي للنادي الأهلي اللي أشار إليه النادي في خطابه بتاريخ 4.1.24 يعني في 4 يناير اللي فات القائمين على هذا الشأن الداخلي بعتوا له النادي الأهل لرد على شكواه وقالوا له فعلا حدث خرق للقيحة النظام الأساسي وإن اللاعب محمد الشيبي لاعب برامد خالف لاحة النظام الأساسي باللجول المحكمة ومن ثم الاتحاد بصدد بحث الأمر إذن الاتحاد بمعرفة المستشار القانوني في محمد المشطة درس الموقف درس شكوى النادي الأهلي وفي هذا الشأن الداخلي الرأي بوضوح أن هناك خرقا قد وقع للليحة وبالتالي قال لمجلس الإدارة اتصرف هنا في حاجة على فكرة قبل ما نسترسل في تصريح للرئيس اللجنة المستشار محمد شيرين قال إحنا ما بتناش لسه في الموضوع موضوع قيد الدراسة وده الكلام اللي كان ألمح إليه عدو مجلس إدارة أستاذ الكومي قال إن إحنا لسه مجلناش حاجة فإحنا برضو يبدو إن في ناس بتحط الإجابات على لسان المسؤولين عشان يعني إنما الشأن الداخلي هو ده المشهد بشكل رسمي إحنا ما كناش هنتعرض لأن هناك خطاب رسمي يتوجه برأي الاتحاد للجنة الانضباط وهو ده الشأن الداخلي وما فيه من إقرار بصحة موقف الأهلي وثبوت خرق لاحة النظام الأساسي من اللاعب أصل خطورة الموضوع ده أستاذ إبراهيم أنا شفت تلات أربعة إقلام عبر المطشات اللي فاتت دي لو كل واحد خد بعض وراح اشتكى في النيابة حيبقى ننقل دور الإسام الشرطة إحنا وخلاص عشان من زويتش على بعض قلنا مئة مرة اللي حصل ده ما كانش ينبغي يحصل وفيه غرامات وفيه عقوبات وأنا الأوان بقى إن إحنا نشوف سيغ بقى ما فيهش تشفي ولا انتقام ويتحل الموضوع في سياق رياضي وأنا الأوان إن إحنا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اشتركوا في القناة